بونجوغ النهاردة ان شاء الله هنكمل بقى نحل اسئلة من كتاب برافو المرة اللي فاتت اخدنا كان لتاني اعدادي اخدنا صفات الملكية وشرحناها بقى اسهل ما يمكن شوفوا الفيديو اللي فاتت ارجعوله وقلت بقى يعني شان الفيديو ما يتوالش فعملتوا فيديو تاني ان احنا نحل اسئلة مع بعض بس قبل ما نبدأ في الفيديو ياريت بقى تعملولي لايك لان اللايك ده ضروري جدا يعني هو ده اللي بيخلينا قدر استمر واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل علامة الجرس واختروا منها كلمة الكل عشان دايما نجي لكم اشعار بكل جديد بعمله يلا نبدأ الفيديو ورجعنا مرة تانية اه تعالوا بقى نبدأ في الاسئلة على طول اه اكتيفيتاء اه طبعا احنا كتاب برافو دلوقتي شغالين منه اه صفحة سبعة وستين تمام اه اكتيفيتاء اه شوزي لابون غيبونس اختار الاجابة الصحيحة اول حاجة سي لفولاغ دو غانا اه هل ده الفولاغ اللي هو الوشاح يعني بتاع رانا فالاجابة وي سي نقط فولاغ يعني هنا بقى طبعا هنجاوز تفوت اي ملكية هنا من اختار صان ولا صا ولا سي على حسب احنا قلنا اول حاجة عيننا بتيجي على ايه على المملوك اللي هو بعض المقضة اللي هو فولاغ وعلى المالك يعني من صاحب الحاجة دي اللي هو رانا تمام اه طيب رانا دي بتساوي الضمير ايه ال هي تمام يبقى نفتكر كده ال في الصفات الملكية كنتهد يا صان يا صا يا سي طيب كلمة فولاغ هنا كلمة مذكرة فبالتالي هناخد صان فاهمتوا بقى بنحل على اي اساس نمغو دو اه سوسان لزامي دو مازن اه يعني هل دول هؤلاء يعني اه اصدقاء مازن فالاجابة وي اه سوسان نقط امي احنا لما هنجي نجاو هنقول ايه اي نعم اه هؤلاء يبقى ايه اصدقاء اه تمام فاكرين احنا اه 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 دي كنا اخدين المرة اللي فاتت ان ايه ان مع الضمير ال ما همازن بيستوي الضمير ال يبقى يا صان يا صا يا سي طيب نقف بقى كلمة امي اصدقاء دي جمع يبقى بالتالي هنختار سي اللي هي الاخيرة تمام نمغو دخوا سي لك خفت دو كاريم اه هل دي هايز دي الكرافات بتاعت كريم وي سنوات كخفت صان ولا سا ولا سي طبعا انتو بقى عرفتوا الفكرة بنحل على اي اساس عشان ما عودش اقرر كتير فانتو فهمتوا بقى الحال كخفت اولا دي كلمة ايه مؤنسة اه تمام يبقى ايه يبقى هناخد سا طيب سو كادو ايه اتيو الكادو دي الهدية دي التيو وي سي نوات كادو نعم انها هديةو هديةو يبقى صان يبقى صان كادو طيب اه سو صان لي لونت دو بيار هل يعني دي نضرد بيار وي سو صان اقات لونت مي ولا تي ولا سي ايه طبعا لونت دي جمع يبقى هناخدار ايه سي سي لو ستيلو دو لسي اني مغو سي سبقى اه هل هزا قلم لوسي وي اه سي ناط ستيلو نعم هزا ايه قلم قلم قلمه تمام يبقى صان ستيلو اه طيب اه لان في اون فاتة بور نقاط انيفرسار يبقى اه لان بيعمل حفلة عشان اه عيد ميلادو عيد ميلادو الان بيساوي الدمير الا يبقى يا صان يا صا يا سي انيفرسار هنا يبقى هناخدار صان صان انيفرسار اه نمغو احنا في رقم كم دلوقتي احنا في رقم رقم نمغو ويت رقم تمانية ست مانتخ ايه ايه تطوع ايه الساعة دي اللي بتاعتك يعني ملكك وي سي نقط مانتخ يبقى هيا ساعتي يبقى سي ما مانتخ سي ما مانتخ ليه لان كلمة تاي مانتخ كلمة ايه مواننسى تمام نمغو نوف رقم تسع نقط غرنبارن عبت امنية يعني اكدد غرنبارن يعني اكدد بيسكنو في المنية يبقى ايه يبقى انا هقول اكددي بيسكنو في المنية يبقى میبارن جامع يبقى ما كلي نقاط ماتيار بخيفيغي تان ولا تا ولا تي كلي تا ماتيار بخيفيغي تا لأن كلمة ماتيار كلمة مؤنسة سوصون نقاط لونت يبقى هل هايزي اللونت اللي النظرات دي بتاعتك يبقى تي سوصون تي لونت اللي بعضو نقاط فاميه اي جهاند يبقى ما فاميه كلمة فاميه مؤنسة يبقى عيلتي كبيرة ما فاميه شادي ام نقاط امي فادي شادي شادي بيحب يبقى صون امي فادي صديقه فادي تمام طيب اكتيفيته دو رمتلاس لبوان جام بكو نقاط جام بكونا بحب كثيرا يبقى ايه نبا هنختار الاجابة المناسبة ايه يبقى من جران بير احنا بنبص على الفاعل اللي هو الجه وعلى المملوك اللي بعضه اللي هو جران بير على الاساس ده بنعرف نحل يبقى انا بحب من جران بير يبقى صندرا بتروح السوق مع ممتها يبقى صا صا مير لان صندرا بتساوي دامير ايه ال هي تمام ومير كلمة مؤنسة فبالتالي قبلها صا تو يتودي نقاط ماتيار انت بتدرس يعني بتذاكر المواد بتاعتك يبقى تي ماتيار لان ماتيار اخيرها اس يعني كلمة دي جامع يبقى تي نمغو كاتر نو بخي زنطان نقاط امي او بخوف سور احنا بنقدم مفروض هنا تبقى يبقى نحن نو يبقى في تكريا نطر يا نو على طول يبقى طيب نشوف بقى المملوك هنا ايه امي كلمة امي اللي هو صديق دي مفرد يبقى نطخ يبقى نطخ امي او بخوف سور احنا بنقدم صديقنا للمدرسين طيب نيجي للي بعده يبقى انا بقدم هدية اما سور هنا جو الضمير الفعل جو وهنا سور يبقى ايه يبقى ما يبقى هنختار ما يبقى هنختار ما يبقى هما بيذهبوا لالباريس طيب نقف بقى هنا احنا خدنا ايه للجامعة بتاخد لغ في المذكر او لغ في الجامعة اللي هي اوفيك اس طيب هنا هنختار اي واحدة من لغ بقى العادية المفرد ولا اللي بقى اس طبعا بكلمة تاغ هنا مفرد تمام يبقى هناخد اللي هي لغ اللي هي من غير اس تمام كده ميسيو كلي نقط ناسيوناليتي يبقى كليتا ناسيوناليتي ما هي جنسيتك طيب وممكن هنا على فكرة برضو للاحترام يعني ممكن هنا لان المسيو يعني في هنا صيغة احترام برضو يبقى كلي يبقى هنا ايه هي جنسيتك جم نقط يبقى جم انا بحب المدرس بتاعي ما هي ما هي بتتكلم مع اولاد عمها في الصارون يبقى طبعا كوزين هنا جمع لان اخيرها اس يبقى سي كوزين لان مها بيساوي هنا دمير الهايا يبقى مها أفعل او سالان تمام توا نقط لفرانسي انت معاك كتاب فرانساوي يبقى انت معاك كتابك الفرانساوي توا طن لفرانسي طن لفرانسي تمام عشان هنا تيو يبقى تان أو تا أو تي يبقى هنا نختار ايه تان عشان ليفر كلمة ايه مذكرة معلش بقى على الصوت اللي بنتي عملا لان هي يعني بيبي وكده صغينونا يعني فهم معلش بقى بيير بخيزانت نقاط فخير اغوبير بيير بيقدم صديق بيقدم اخوه لقيل روبير يبقى بيقدم اخوه يعني ايه هنا يبقى صان صان فخير اخوه فاكل ايه فاهمين اخوه دي افتكروها دايما بنعرف بقى نحل على حسب الجملة اللي قدامنا انت رتبت حجر طيب طبعا يبقى خلاص عارفنا شامر دي كلمة ايه مفرد مؤنس يعني بتاخد تا يبقى الاجابة تبقى ايه تا تا شامر سيلين اي مارتين ابيت افاك نقات باران سيلين ومارتين دول لو شناهم هنحط مكانهم ايه ال الجمع سيلين ومارتين بيسكنوا مع والديهم يبقى او اباهم يبقى هنا تمام عشان كلمة جمع يبقى اللي هي بقيه باس انت بتستمع للنصائح بتاعة المدرسين توعك او مدرسينكم عشان هنا يبقى هنا الاجابة هتبقى تمام كده اه كده حلينا مع بعض اسئلة كتاب برافو صفحة سبعة وستين لو الفيديو بقى يعني عجبكم لان انا تعبت فيه جدا جدا ويعني انتم شايفين اهو فالمهم اعملوا لايك للفيديو واللي ما اشتركش في القناة يشتركوا فعلى علامة الجرس واختروا منها كلمة الكل عشان دايما نجلكوا اشعار بكل جديد بعمله اه